أعزائي مشاهدي برنامج شارع العرب أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي شارع العرب إحنا متعودين مع حضراتكم اللي إحنا تملي نناقش بعض القضايا الاجتماعية والثقافية النهاردة هنناقش معاكم ملف الرياضة طبعا الرياضة هنتكلم على الدور المصري هنتكلم على البطولات الأفريكية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي ونادي الزمالك هنتكلم على وضع الكتبين الأهلي والزمالك في البطولة الأفريكية وبطولة الدور العام ولو عندنا وقت هنحاول نتطرق لبعض الأندية الأخرى النهاردة هيكون ديفي الناقش الرياضي اللي متعود يطلع معايا تملي الناقش هشام طاري أهلا بيك هشام منوارنا النهاردة دعوني بس أنوه على حاجة كده هو بالنسبة في حضراتكم ديوان آه فيه بالنسبة فيه حدث آه أدبي لزميل شاب إعلامي آه الأستاذ أحمد عساف آه الشاعر الدوان بتاعه سلك شايك آه هو بيتكلم فيه قصائد بالعامية آه بيحاكي الواقع والخيال ويأخذنا إلى ضروب آه فكرية متنوعة إن شاء الله الدوان ده هيكون موجود مع حضراتكم أو يكون معروض في معرض الكتاب عشرين عشرين في صالة رقم واحد وبنتمنى للشاب الجميل أحمد عساف كل توفيق وتقدم ونجاح آه نبدأ معاك هشام من الدوري المصري تمام؟ بالنسبة للدوري المصري النادي الأهلي نبدأ بالنادي الأهلي بما إنه هو متصدر البطولة حاليا تمام؟ آه بالنسبة للأهلي لعب عشر مباريات آه كاملة فاز في جميع مبارياته علامة كاملة آه 30 نقطة آه يحتل المركز الأول آه أقوى هجوم 28 هدف آه وأقوى دفاع دخل مرمى هدفين آه بالنسبة للبطولة الأفريكية لعب أربع مباريات آه عنده ست نقطة قبل لقاء اليوم وإحنا طبعا قبل ما نطلع للحلقة كان المباراة نتاعد بالتعادل واحد واحد كده طبعا رفع رصيده إلى سبع نقطة تمام؟ آه فاز طبعا فيه آه خسر في مراتين وآه وخسر خسر في مبارات النجم على معطاكب بزبط آه وفاز في مباراتين والنهاردة تعادل طبعا آه أنا عايزة بقى أتكلمني على النادي الأهلي في الدوري المصري محليا أولا ثم هنتكلم عليه أفريكية هو النادي الأهلي زي ما أنت قلت ماشي محليا مع فيلر بشكل ممتاز النادي الأهلي زي ما أنت قلت برضو آه قدر يلعب عشر مكشوط في الدوري فاز في العشر مكشوط آه خط هجوم كاسح الأهلي بيكسب بالتلاتة وبالاربعة وبالخمسة ده ما كانش بيحصل قبل كده مطلقا فيلر لما جاه النادي الأهلي عمل طفرة في شكل الأداء قبل ما يكون في النتائج قبل كده كنت ممكن تلاقي الأهلي بيكسب بس أنت ككمور النادي الأهلي منتش راضي عن الأداء بالشكل المطلوب لكن تما تبص دلوقتي أن الأهلي بيلعب وبيكسب وبيعمل أداء وفيلر قدر يغير بعض المفاهيم فعالية بعض اللعيبة في النادي الأهلي اللعيب المصري زي ما احنا كلنا عارفين كان ممكن يبقى كسبان 2-0 ويكتفي بده بل بلغة الكرة بيتدلع يستعرض لكن دلوقتي لا الأهلي لما بيكون كسبان 2 عايز يجيب التالت وعايز يجيب الرابع دوت بيرجع لدور كبير جدا وشخصية المدير الفني النادي الأهلي ريني بيل طب احنا معلش هنطلع فاصل سريع ونعود لحضراتكم لاستكمال الملف الرياضة مع النقد الشاب هشام طارق عودنا اليكم عزيزي المشاهدين وكنا بنتكلم على النادي الأهلي وتصدر النادي الأهلي للدوري المصري كابتن هشام قولي الوضع مثلا نادي الأهلي وتصدره للدوري لما كنا بنتكلم قبل الفاصل نادي الأهلي زي ما قلنا ريني بيلر عمل شكل هجومي بحت الفرقة بقت شبه متكاملة حتى لما بقى يغيب لاعب ما بقتش خايف لما حسين الشحات في الفترة الأخيرة تصاب ما بقتش خايف ان مفيش حد يدري عاوض مكانه قبليه كان رمضان صبحي كان فارق جدا جدا من النادي الأهلي ومن هدفين النادي الأهلي برضو لما تصاب قدر نيفيلر يعمل التوازن ويخلي حالة خلق منافسة بين الدكة وبين الأساسيين اللي بقى موجود على الدكة بقى يقدر ينزل ويشارك حتى في خط الدفاع لما بقى يصاب زي ما يسعد ساميري تصاب زي ما إيمان أشرف توقف بقى الموجود يقدر يبقى موجود زي الأساسي ويلعب ويبقى يقدي ويمكن يبقى أحسن منه كمان في النادي الأهلي ما بتتكلم من النادي الأهلي في خلال عشر ماتشاط قدر يسجل 28 جول النادي الأهلي ما بقى اشي اكتفي بجون ولا بثنين النادي الأهلي بقى كمان أكواء خط الدفاع وفايلر عمل توازن بين الهجوم والدفاع وعمل كمان شكل هجومي ممتع لجمهير الأهلي والكرة المصرية بشكل عام النادي الأهلي في الدوري أنا شايف أنه هو ماشي بخطة سابتة جدا النادي الأهلي شايف أنه هو انفضل على كده بالمستوى دوت بالشكل ده يعني بطولة الدورية تبقى قريبة جدا جدا منه زي كل سنة أنت شايف الريني فيلر يعني أنا مثلا بصراحة أنا أنت من نادي الزمالك أنا أنت مالك كنت أشوف النادي الأهلي بيفوز يعني هو هيفوز هيفوز لكن السنة دي أنا شايف فيه حاجة مختلفة في النادي الأهلي شايف فيه كرة حلوة بتتقدم في النادي الأهلي مش أداء بس أداء ونتيجة أنت شايف الريني فيلر خليفة لمنه الجزء زي ما أنت قلت الأهلي كنا معودنا دايما أنه بيقدر يكسب مع يمدير فني كمنظومة كاملة كإدارة وكإدارة كورة وكفريق كورة وكروح وككل حاجة زي ما أنت قلت ريني فيلر خلق حالة وجو تاني في الفرق الفرق ما بيش بتكسب بس ما بيش بتحقق نتائج بس الفرق بقى التعامل لشكل ومضمون بقى زي ما أنت قلت قرب الجمير الأهلي دايما بقى تربطه بمانو الجزء لاني مانو الجزء كان جامع الحاكتين دول كان جامع النتائج وجامع الشكل الجمالي بالزبط ما هو مش أي حد يقدر يقدر يعني يساتل على نجوم النادي الأهلي بالشكل ده بالنتيجة دي غير ما يكون مدير فن شخصية كوي جدا فأنا شايف أن النادي الأهلي مع ريني فيلر لا يعني شكل تاني شكل تاني جامهير الكورة جامهير الكورة المصرية بشكل عام والأهلي بشكل خاص حابين حابين الفرقة في الشكل ده وحابين ريني فيلر يكمل بالوضع ده للنادي الأهلي طيب أنت شايف أن النادي الأهلي قادر أن يحسن بطولة الدوري السنادي أو بطولة الدوري اتحسمت النادي الأهلي ولا لسه بادر على الكلام ده بص على الورق لا متحسمتش الناس لو بنكلم بالمضمون وبالشكل ووالأخره لا الأهلي لو استمر بالشكل ده زي ما لسه بكتب أقولك لا الأهلي يعني بطولة الدوري قريبة منه جدا بس على الورق لا لسه متحسمتش الأهلي أوه عامل شكل كويس اللي مساعد الأهلي بالظهور بالحالة دي أن المنافسين لا بعد جدا يعني نادي الزمالك بعيد جدا في الفترة الحالية فالنادي الأهلي فارق لكن أن البطولة تحسمت من دلوقتي لكن الأقرب للنادي الأهلي يعني الأهلي الأقرب لبطولة الفوز بالدوري ولكن لم تحسم حتى الآن طيب إحنا دخلين على انتقالات الشتوية التدعيم طبعا جمالا ده هي بيدعمه النادي الأهلي محتاج الدعم في بعض المراكز ولا هو هيكتفي باللعيبة اللي عنده بص النادي الأهلي في الوقت الحالي عنده تخمة من اللعيبة أنا شايف أن فيه لعيبة لا تصلح للنادي الأهلي وفيه لعيبة النادي الأهلي مفتقدة يعني مثلا لما حمدي فتحي اتصاب ده كان عامل شغل عالي جدا مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر طيب أدي دلوقتي حمدي فتحي لما سعد سمير اتصاب أدي بقى فيه عجز أو خلل في مركز الدفاع دلوقتي الأهلي عنده عجز هجومي مش عجز هجومي بالنسبة لتسجيل أهداف عجز هجومي بالنسبة للمهاجمين هنما بنشوف وليد أزارو في الماتش الأخير لأفريكي مع النادي الأهلي مضيع كورة والجول فاضح طيب دلوقتي ريني فيلر مصر أن ينضم للنادي الأهلي لعب مهاجم لأنه ما عندهش لعيب مهاجم رقم 9 بشكل واضح أنت دلوقتي ما بتتكلم أن جونير أجيه أصلا هو جناح أو بتدخله فرود عشان عندك وليد أزارو بعيد عندك مروان محسن بيمشي على سطر ويسيب سطر يعني فان ماتش تلاقيه كويس وممكن يسجل وماتش تلاقيه لأ بعيد خالص وأنا شايف من وجه نظري أن مروان محسن لا يصلح للنادي الأهلي ممكن ينجح في حتة تانية لكن النادي الأهلي لا لكن التخطيط في الكورة بالنادي الأهلي كانت شايفة أن الأهلي يتعايد مع مدافع وكان الأقرب أحمد هجازي لكن فيلر مصر على ضم مهاجم رقم 9 للنادي الأهلي للعجز الشديد في المواجمين للنادي الأهلي سواء بمروان محسن أو أزارو وصلاح محسن بعيد في الوقت الحالي ففي الفترة اللي انت لقى الجاية ديت هتلاقي مهاجم إن شاء الله في الفترة الجاية ديت للنادي الأهلي وممكن كهربا فيلر يدخله مهاجم بالنسبة لكهربا أنا طبعا كنت أسألك على كهربا هل أنت شايف أنه هيكون إضافة للنادي الأهلي انتقالوا لنادي الأهلي إضافة فعلا ولا أنت شايف أنه وجود كهربا نفس مكان رمضان صبحي ممكن تعمل أزمة بصة هقولك كهربا محدش يقدر يختلف إنه قيمة فنية كبيرة في الملعب طبعا السنة اللي فاتت ممكن نقدر نقول 40% أو 50% من أداف الزمالك هو مشارك فيها مثلا السنة اللي فاتت مع الزمالك أعتقد إنه مسجل 11 جول ويصانع 12 جول أو أكتر من كده بحاجة بسيطة فأنه يبقى لاعب مشارك في 25 هدف أو 23 هدف من إجمالي أهداف نادي الزمالك المسلم ما نقدرش نقول إنه هو صفقة مش ربحة للنادي الأهلي حتى التوظيفه في الملعب دي بترجع زي ما كنا نسميه ريني فيلر ريني فيلر زاكي جدا لما حصل إنه فيه عجز في الهجوم في النادي الأهلي في فترة اللي فاتت بدأ يبعد أظهره لأنه هو شايف إنه بيد خالص في التوفيق عنه وبدأ يحط جنر أجياء وجنر أجياء نجح فيه فأنا شايف إنه كهربا لا أنا شايف إنه لو المنظومة بتاعت النادي الأهلي عارفت تحتويه صح فنيا وعقليا شايف إنه لا هيفيد النادي الأهلي جدا وبعيد عن مركز رمضان صبحي لأنه هيتناوب فيه الأدوار لأنه زي ما أنت عارف إنه ممكن فيه موتش يحصل إيقاف زي في الوقت الحالي رمضان صبحي مصاب أربع أسابيع أو ست أسابيع ففي الوقت الحالي أقرب أقدر يفيد النادي الأهلي فهو لا صفقة رابحة كده من كل المقييس ينقصه بس توظيفه في الملعب والدخول في المنظومة والإنديماك سريعا طيب بالنسبة للعيبة المرشحة إنهم مثلا يعاروا من النادي الأهلي الأندية أخرى أو اللي هيتم الاستغناء عنهم مين هم اللعيبة ديت من وجهة نظرك؟ لغاية الوقت الحالي أعمار حمدي صلاح محسن صلاح جمعة ريني فيلر كان لغاية وقت قريب هيعير صلاح جمعة بس لما حصل العجز بتاع حمدي فتحت صعب بقى مش عارف هل أعيره؟ هل هو دولتي قاعد معايا مش فيدني؟ طب هل أعمل إيه؟ عمار حمدي هو الأقرب للأعارب أو صلاح جمعة يتوقف بس على الرؤية الفنية لريني فيلر هل مين اللي هيقدر يكمل معايا في السيزون ده بالضابط بتاعتي؟ طب وبالنسبة لصلاح جمعة إنت إيه رأيك في بتاعات صلاح جمعة عن الملاعب الفترة الأخيرة؟ وهل إفادة لي أو أفضل لي أنه هو يعار؟ ولا يبقى في النادي الأهلي؟ بص هقولك صلاح جمعة من وجهة نظري أنا لعيب مفيش خلاف عليه لعيب موهبة فنية يعني من الآخر بس فيه فيه لعيب كورة أنت ممكن تقول هو عنده موهبة بس مش عارف ده ده كويس جدا ده صلاح جمعة اللي أسدرب المثل ده اضرب عليه صلاح جمعة صلاح جمعة لعيب فني ممتاس مستحيل يكون المدير الفني ده واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه مش شايفين اللي صلاح جمعة فيه لا أكيد فيه تقصير أكيد فيه عدم التزام أكيد فيه عدم إصرار عنده صلاح جمعة أنا مستخصره أنه يمشي من النادي الأهلي لكن ريني فايلر الخواجات ما عندهمش يزار أنت بتتمرن كويس وشايفك ملتزم وكل حاجة الخواجة ما عندهش حب وكر اللعيب اللي هيفيدني في الملعب أنا هضمه للفرقة وضمه للتشكيل الأساسي حتى لو أنا مش برتاح له الخواجات ما ضمش يزار ريني فايلر شايف أن صلاح جمعة أنه لما يقوله أنت برّل السكور الماتش دوت صلاح جمعة ممكن يتقمس فريني فايلر مش زي المدري فانا هيقعد يطبطب ويحيل أوكي برّ وأشوف ليك البديل أو هعيرك في فترة حالية فأنا شايف أن الأعرب لصلاح جمعة غالبا غالبا هيعير وغالبا للدور السعودي لأن جايله عرض من نادي الجونة ومن نادي أمبي لكن المقابل في الدور السعودي هيبقى أعلى والدور هناك أقوى ولأنه ليه تجربة سابقة هناك في السعودية قبل كده وكانت يعني نقدر نقول جيدة فالأعرب لصلاح جمعة أنه هيعير برّا لأنه هو مش قادر يتلقم ولا يكون بشكل جيد ولا يزعى بشكل جيد مع النادي الفترة حالية أكيد صلاح محسن في الفترة الحالية برضو فيه كلام كتير أنه يروح عرى للنادي سموحة لأنه ما خدش فرصة الأعرب برضو أنه ممكن يروح عرى ستة شهور يظهر بشكل جيد في سموحة ممكن يرجع تاني لكن صلاح جمعة وعمار حمدي هم الأعرب للرحيل على سبيل الأعرى زي ما نوهت بالنسبة للنادي الأهلي في البطولة الأفريقية عنده سبع نوات بعد مباراة اليوم تمام أنت شايف النادي الأهلي في البطولة الأفريقية ماشي كويس ولا أنت شايف إيه؟ النادي الأهلي في أفريقيا أنا شايف أنه يعني ماشي بشكل جيد مش ممتاز النادي الأهلي لعب أربع ماتشات بدأ بالنجم السحالي في تونس خسر واحد سفر كان فيه عوامل كتير قصرت على الماتش الأهلي كان بلعب شكل جيد جدا التحكيم كان عليه لغات كبير جدا بحالة الطرد بتاع إيمان أشرف رجع فاز هنا على نادي الهلال السوداني حصل على ثلاث نقط ورجع فاز الماتش اللي فات على بلاتينيوم القابل اللي فات والنهاردة قبل الحلقة على طول الأهلي يتعدل مع بلاتينيوم خارج الأرض أنا شايف أنه نتيجة مرضية جدا النادي الأهلي وصل لسبع نقط هو حاليا في الصدارة سبع نقط ينتظر النهاردة أن فيه ماتش بالليل بين الهلال وبين النجم السحالي هينتظر النادي الأهلي نتيجتهم هيحدد هو هيبقى في المركز الكامل لكن أنا شايف أن الأهلي دلات يماشي بشكل جيد جدا قريب جدا من الصعود اللي دور التمانية عنده سبع نقط عنده الماتش الجاي النجم السحالي في الكاهرة وبعدين هيروح للهلال في السودان لو قدر يحصل بس على ثلاث نقط من الماتشين وده أضعف حاجة وهو غالبا هياخد أقل حاجة أربع نقط هيقدر يصعد من المجموعة بشكل مرتاح جدا طيب على الجانب الآخر نادي الزمالك نادي الزمالك دخل الدوري بقوة ثم استرجاع في المستوى قل لي الأسباب تراجع نادي الزمالك لمستوى هل هو مشكلة مدارب أو مشكلة لعبين أو إيه المشكلة بالظبط بصلات زمالك كان بادئ مع ميتشو في أول السيزون قدر يكسب بيرامدز في النهائي وكان عامل شكل جايج جدا بداية من أول موتش الأهل في السوبر اللي الأهل قدر يفوز عليه تلاتة اتنين لا ميتشو مش ناجح مع الفرقة اللاعبة فقدت كتير جدا من الشغف اللي هي مفروض يبقى جواها رغبة في الفوز اللاعبة بتقدي بشكل متدني أنا مش شايف أن نادي الزمالك في الفترة الحالية مشكلته أكتر من عامل الإدارة فيها جزء كبير جدا الإدارة مفيش أي سبات على المدير الفني وفيه جزء كبير جدا على اللاعبة اللاعبة ما عندهاش الرغبة في الفوز ما عندهاش الحماس لده أنت نادي الزمالك ما أنتش عارف تكسب ماتشين ثلاثة على بعض نادي الزمالك لعب في الدوري لعب 11 ماتش فاس في 6 بس وتعادل في 3 ماتشات وخسر في ماتشين ممكن حد يقولك الإدارة ما بخليتش مثلا على النادي بأي حاجة جابت أفضل لعيبة وأفضل مراكز طب إيه المشكلة؟ الإدارة مش عارفة تحتوي اللعيبة أنت لما بتبص على نادي الزمالك لما تلاقي من شهر حمد النجاز بيفسخ عقده من طرف واحد بسبب المستحقات المالية إنه ما وصلت لهش ده تأثير من وجهة نظر إدارة حتى إنما قدرت تشتفع في الوقت الحالي الفلوس إقدر سايس اللاعب إنك يبقى محتوي في الفرقة وإن النادي ده النادي بتاعه ولازم يبقى منتميله بشكل كبير جدا عشان اللاعب يتضمن استمراره بنفس الحماس وبنفس الرغب لكن لما تلاقي لقع بالسنة اللي فاتت كهرابة بيرحل عن نادي الزمالك بالشكل اللي احنا عارفينه لما تلاقي حمد النجاز تسحى الصبح تاني يوم يقول لك وروب حمد النجاز بعد فسخة عقده من طرف واحد بسبب مستحقاته المالية بتحصل بلبلة في الفرق لعيب زي مثلا فرجاني ساسي أو لعيب المحترفين زي أشرف بن شاري أو محمد أناج ليه ما يبصولوش ويقولك ده لعيب هم اللعيب العموماً للمحترفين بيبصر كموحد المادية والاحتراف أنت تديتني فلوسي أنا هلعب لك ما تديتنيش فلوسي اللي هي من حق أن أنا أرحل والفيفا دلوقتي بقى تديهم الحق بالشكل ده فأنا شاف أن الإدارة كانت فيها تأثير كبير من نادي الزمالك أثرت أن ما فيش مستحقات معرفش تحتوي اللعيبة بجانب أن المدير الفني كمان ما كانش على مستوى جايد اللي قبل كارتيرون ميتشو واللعيبة كانت بتلعب بعشوئية أو بدون نفس طريق حمد أنه فترة قاعد قال أنا مش هلعب غير لما أخذ مستحقاتي أو يتم تجديد عقدي بالشكل المناسب ليا فأنا شاف أن لأكت المسؤولية مشتركة بين الإدارة وبين اللعيبة وبين الإدارة الفنية طيب أنت شايف أن فيه لعيبة في نادي الزمالك لا يستحقون ارتداء الفنانة البيضاء آه شايف أن فيه بعض اللعيبة يعني تقدر تقول جات صفقات يعني مش على قد نادي الزمالك يعني زي مثلا فيه لعيبة كثيرا مثلا أنا قدر نقول إسلام جابر محمد عوات دلوقتي بعد ما كان ماشي في البداية بشكل كويس دلوقتي بيطالب بالرحيل إن أبو جابل خد مكانه بعد سوق مستقى في الفترة الأخيرة ديت أنا شايف أن فيه لعيبة لا 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 تستحق ارتداء الفنانة البيضاء شكبالة جاي النادي الأهلي آه أنت قيمة سوري جاي نادي الزمالك أنت جاي قيمة وقومة في نادي الزمالك ما قدرتش تقدم أي محتوى أنت جاي تختم حياتك في نادي الزمالك لكن أنت تبقى محسوب على نادي الزمالك كابتن وقاضي الفريق وبتنزل الماتشاط معظم الوقت ما بتقديش بشكل جايد أما الوقت الآخر مصاب لا أنا شايف أن فيه بعض اللعبات لا تستحق ارتداء نادي الزمالك طيب أنت شايف أن المدير الفني كارتيرون قادر أنه يعود بالزمالك لسبب عهده يعني؟ كارتيرون مدير فني خبرة في أفريقيا كارتيرون مسك نادي الأهلي ومسك مازينبي وعنده فكرة كبيرة النتاج ما سعتهش في الأول بالخسارة أمام طلع الجيش والتعادل أمام سموحة بس أنا شايف أنه هو قادر يلعب على الحالة المعنوية والحالة الفنية اللي لعبت نادي الزمالك وقدر يحطهم على أبدات الضريق الصحيح يعني أقربها كان مبارح لما فازوا 2-0 هنا في الكاهرة على الفريق الأفريقي وقدر يعني يحسن من الصعود بتاعه بشكل كلينيكي يعني الزمالك بإذن الله هيكون صعود في الوقت الحالي لا كارتيرون قادر كان ناجح جدا مع مازينبي يوخد دولة أبطال أفريقيا كان ناجح مع النادي الأهلي قبله سوء حظ لما خسر النهائي أمام الترجي بنتيجة 3-1 أنا شايف أن كارتيرون لا 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 قادر يلمي الشاملة تاني في نادي الزمالك وشايف أنه أن اللعيبة عندها حب للنادي فعلا أنه عايزت تقومي اسم نادي الزمالك تاني الفترة الجاية لا هيقدر ينجح معهم بشكل كبير تمال الزمالك مع ودنا يعني يقدم مباراة على المستوى زي مباراة مبارح يجي المباراة اللي بعديها المستوى بيحبط إيه الأثبات؟ الزمالك فوزه مبارح تقدر تقول فوز غير ممتع ولكنه جاء في وقته الزمالك الأدام مبارح كان ساق جدا جدا مفيش أربع بصات على بعض كاملين الكرة بتتقطع بس بقى هيا دي الخبرة بتاع المدير الفني ولما اللعيب يكون عنده خبرة طيب ما ده شغل مدير فن؟ بالزبط إنه قدر ياخد من الماتش اللي هو عايزه بالرغم إن حالة الفنية مش جايدة حالة الفنية مباراة حالة في الجنب تاع الناتزة مالك لأ مباراة كان ممكن فريق زيسكو يتعادل هنا في القاهرة لولا إن الزمالك يحرز الهدف الثاني في الوقت الأخير من المباراة كارتيرون قدر ياخد من الماتش اللي هو عايزه في بعض اللعيبة في ناتزة مالك مساعدة على ده جدا أشرف بن شرقي خبرة كبيرة جدا قدر يحرز الهدف الأول مباراة مصطفى محمد برضو بالمجهود من أشرف بن شرقي ومصطفى فتحي لما حرزه التمرير الحاسمة قدر يفوز في دوت ناتزة مالك في أفريقيا هو لعب أربع ماتشاط ما إحنا أنيجي للزمالك في أفريقيا أفريقيا بس إحنا خلينا نغطي زمالك في الدوري وبعد ذلك أكلمي زمالك أفريقيا فالزمالك أنا شايف إنه في الوقت الحالي يعني رجله جات على أول الطريق صحيح أتمنى إنه يستمر في الدوري أو في أفريقيا في الدوري عشان يقدر يخلق حالة منافسة ما يبقاش النادي الأهلي هو المتفرد بس في المنافسة للجمهور الكرة المصرية بشكل العام إنه يبقى فيه حالة منافسة لكن هو حالياً دلوقتي أنا شايف أنه في الدوري مش ابتعد عن المنافسة بس لازم يبقى في الفترة الجاية يبقى وقف على رجله جداً عشان جاء من نفسه معنادي أهل للنادي الأهلي في الوقت الحالي محدش يقدر عليه تمام هنتلع على فاصل سريع أعزائي المشاهدين ونعود إليكم لاستكمال كلامنا عن نادي الزمالك فابقوا معنا وعدنا لحضراتكم أعزائي المشاهدين لإستكمال كلامنا عن نادي الزمالك إيه اللي ينقص الزمالك في الانتقالات الشتوية اللي جاية إيه المراكز التي تنقص الزمالك في الانتقالات اللي جاية نادي الزمالك في الوقت الحالي من وجهة نظري أنا أنا شايف أنه ينقصه مركز خط الوسط أما بين غير طارق حامد أو فرجان ساسي بتلاقي عجزي كبير جداً في الزمالك بعد يصابت محمود عبدالعزيز بالرباط الصليبي طارق حامد وفرجان ساسي أنا شايف أنهما حتى مفيش بديل برة نص مستواهم بيقدر ينفس أنت لما بتتكلم في طارق حامد لما بيغيب مفيش غير محمد حسن نجم ودي دجل السابق فأنت هدرى لما فرجان ساسي يغيب ودهوة اللي كان تربه كارتيرون بس كارتيرون لما طالب ده مفيش لعيب خط وسط قوي يناسب ناس الزمالك في الوقت الحالي في معام فوضوت فمفيش دلوقتي في بعض اللاجنة في الناس الزمالك وصت باندمام كاسونجو هل كاسونجو هل الزمالك في الأول ينقصه حاجة في خط اللاجنة؟ أنا شايف أنه لا أنا شايف مصطفى محمد يعني فروت زي مكتاب مهارة مصطفى محمد اللي واحده النهاردة شيل منتخب مصر شيل منتخب مصر عمر السعيد النهاردة بعيد عن الساحة بعيد بس لما لقيته لما احتجتله لقيته عمر السعيد في المواتشة طنطة لما كان بعيد عن الزمالك نزل وقدر يحرز الهدف الأول لكن أنا شايف أن الزمالك دلوقتي عنده مصطفى محمد وعنده عمر السعيد لكن أنت تجيب له تاني مهاجم النهاردة بطاقة كاسونجو وصلت من الوداد المغربي بزبط فطبعاً النهاردة لازم الزمالك على أقل يقيده يعني في الانتقالات الشركية اللي جاية كارتيرون عنده هنا تلت رؤوس حربة أو تلت مهاجمين وجود تلت مهاجمين زي مثلاً مصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد هل ده هيخلق نوع من المنافسة الفترة اللي جاية؟ ما قدرش ننكر أن أكيد هيخلق نوع من المنافسة بس ما بقاش أنا عندي وفرة في مركز على حساب مركز تاني يعني ما بقاش أنا عندي تلتة رؤوس حربة وأنا عندي عجز ما عنديش غير اتنين بس منهم ديفندر أساسي ومنهم إفرجان أساسي لأنه بيزيد لكن دلوقتي لما تكوني أنت أجيب مهاجم وحتى كارتيرون طلب ده قالك أنا مش هأيت كاسونجو غير لما أشوف مستواه ينزل تدريب مرة واثنين معايا وقدر أشوف مستواه لأنه ممكن هو يكوني حتى مش مقتنع بي ممكن يبقى مدير فني مقتنع بكاسونجو وكارتيرون مش مقتنع بي فهو طالب أن أنا لازم أشوفه في التدريبات هي بطاقته وصلت قبل ما يتم تأييده مع ناد الزمالك أنا شايف من وجهة نظر أن ناد الزمالك يحتاج لحد في خاصة الوسط أو في مركز الباكرايت الباكرايت بعد هروب حمد النجاز ما عندكش غير حزم مام وحزم مام كثير الإصابات فأنت دلوقتي ولعبت مرة محمد عبد السلام ما قداش بشكل جيد لأن فكر كارتيرون هجوم شوية فلما بيطلع الباكرايت التاني بيكشف خط ناد الزمالك خط دفاع ناد الزمالك فأنت دلوقتي هيبقى عندك عجز أنا شايف من وجهة نظري أنا أن الزمالك يحتاج للاعب خط وسط قوي بديل لطارق حامد أو فرجاني ساسي أو باكرايت يعني مناسب لناد الزمالك في الفترة الحالية لكن هل هينضم كاسونجو ده اللي أجيب عليه اللي يامل جاية وهل قناعات كارتيرون هتبقى موجودة بكاسونجو ولا لا في ظل لتوهج مصطفى محمد ووجود عمر السعيد قريب من رجله قريبا من ملعب وبيقدر يسجل لما الزمالك بيحتاجه أكيد زمالك أفريكيا لابة أربع مباريات زي ما نوهنا فاس في اتنين تعادل في مباراة مخسر هزيمة في مباراة له سبع نقط كلمني عن مشهور الزمالك في البطولة الأفريكية وهل الزمالك قادر أنه هو يصعد لدور قبل النهائي ولا لا أنا شايف أن الزمالك في الوقت الحالي هقدر يصعد من المجموعات هقدر يصعد لدور التمانية بس بالأداء ده أنه يقدر يصعد لدور قبل النهائي أو يبقى في سياق المنافسة أنا شايف أنه بعيد إلا لو النتائج تحسنت والأداء قبل النتائج الفرق أمبارح أنا شايف أن الزمالك أمبارح مجاش المتش في بعض اللاعبة يعني اللي كان ممتاز مبارح مثلا أشرف بن شرقي ومحمد قنجم ومصطفى فتح لما نازل عمل تمرين مع إنه بعيد فلكن أنا شايف إن لا بالأداء ده تقدر تنافس فرق كبيرة زي النادي الأهلي زي نادي مازمبي زي نادي النجم الساحلي الهلال السوداني عامل بطولة قوية جدا السنة دي أنا شايف إن الزمالك هيقدر يصعد من المجموع لأنه دلوقتي عنده سبع نقاط ومازمبي بيلعب كان قبل لدي معلومة إن مازمبي فاز 2-1 على أول أغسطس طيب يبقى مازمبي دلوقتي عشرة نقط والزمالك سبع نقط يعني بنسبة كبيرة هما الاتنين اللي حسموا الصعود لكن هل بقى تقدر تنافس الفرق الكوية في دور الثمانية وفي دور الأربعة بالأداء ده أعتقد لا طيب في الكنترول بقولولي الزمالك محتاج نقطة واحدة بس عشان يصعد محتاج على ورق نقطة واحدة عشان يصعد وهايقابل المطش الجاي مازمبي في القاهرة يوم 25 ناية ما هيصعد أنا ما قلتش مش هيصعد الزمالك الكلينيكية خلاص أوكي صعد إنه خلاص أصلا الفرقة التانية سواء أول أغسطس أو زيسكو ما عندهم شيغر نقطتين وهو مازمبي وغالباً الزمالك هيصعد تاني بس الفكر إن هل هيبقى عنده الكوة للمنافسة في الملاحمة الأفريقية وبالأداء ده بتاع نادي الزمالك بتاع أمس أعتقد سعد أعتقد إن نادي الأهل ونادي الزمالك لما بيوصلوا لدور الأربعة متهياد الشكل بتاعهم بيختلف شوية وده تعودنا عليه في الأعوام السابقة وكان الزمالك في أسوأ حالاته وسل لهاي أفريقيا مرتين قبل كده وحصل مرة على البطولة وأخيرها البطولة كلفدرالية وقابليها كان نهاي البطولة الأفريقية بس ما حصلش نصيب الأهلي والزمالك قادرين السنة دي إنهم إن شاء الله ينفسوا على البطولة الأفريقية هقولك على حاجة الأهلي أنا شايف إن قادر ينفس قادر يسعد لنص النهائي وقادر يلعب النهائي بالأداء ده بالشكل ده اللعبة الأهلي كلها بقت مجموعة حلوة جدا لعبة الأهلي كلها البديل بقى زي الأساسي لعبة الأهلي كلها بقى أي واحد يصنع جول هدف النادي الأهلي دلوقتي وليد سليمان عنده داخل في الخمسة وتلاتين سنة قادر ينزل ويسجل وهو أساسي بينزل ويسجل أنا شايف إن نند الأهلي هو حاليا الأقرب لبطولة الدوري وهيبقى منافس قوي جدا على بطولة دوري أبطال أفريقيا الزمالك أنا شايف إنه ممكن بس في حالة ارتفاع مستوى الأداء بالنسبة للعيبة غير كده أنا شايف إنه الزمالك هتبقى حظوظه قليلة إن استمر هذا المستوى أنت بتتكلم إن السنة اللي فاتت الزمالك قادر يحصل على بطولة كونفدرالية كويس جدا بس هل أداء الزمالك السنة اللي فاتت زي الأداء السنة دي؟ لأ طبعا هل الزمالك أداء نات الزمالك مع جروس المدير الفن السابق نات الزمالك زي كارتيرون؟ لأ طبعا هل أداء بعض النجوم؟ يعني الزمالك فيه على مساة فهم كبيرة جدا فرجاني ساسي مبارح لا ده مش مستوى فرجاني ساسي فرجاني ساسي السنة اللي فاتت كان شايل الفرق كان هو وجنش وكعروة كانوا من نجوم الفرق فرجاني ساسي المعلم بتاع الزمالك أنا شايف إنه بعيد تماما عن مستوى هل معرفش بسبب يعني أنت شايف إنه ده متعمد ولا أي لعب ممكن بمستوى بيعلى ثم ينخفض ده شيء طبيعي معه فرجاني ساسي من أول سيزون أول سيزون ما جابش مستوى العالي عشان أقوله هو بقى كويس ورجع مستوى عمل دروب تاني لكن فرجاني ساسي لا من أول سيزون ما جابش نص مستوى السنة اللي فاتت هل بسبب إن فيه لغباته شوية في الإدارة بسبب المسحقات؟ هل بسبب هو عايز يرحل عن نات الزمالك؟ هل بسبب فقدانه الحماز بتاع الفوز؟ ما عرفش لكن علامة سفام كبيرة جدا على فرجاني ساسي كان السنة اللي فاتت زي ما بقولك كان نجم النجوم نات الزمالك السنة دي مبارح لا كان مستوى سئ جدا أكتر من ميز باص مقطوع أكتر من عدم تركيز بيطول كرة جدا في رجله أنا شاف إنه برضو من عيوبه السنة دي إنه ما بيلتحمش قوي ما بيجريش على الكرة بعض النظر عن مبارح عشان أعمل مبارح التحام الناس هتطلع تقول ده عمل مبارح التحام وتعور فيه لا عموما ما بيشوفوش بيجري على الكرة بشكل قوي وهو الأخر فأنا شاف إنه زمالك إن مستوى تحسن في الفترة الجاية هيقدر النافس ما تحسنش هيبق بعيدة عن مبتور الدورة أبطال الأفريقية طيب عودت بعض اللاعبين نادي الزمالك مثل مصطفى فتحي وأداءه الأخير آخر ربع ساعة في المباراة الأخيرة دي أنت إيه رأيك؟ هل ممكن يضيف لنادي الزمالك هو الفترة اللي جاية؟ مصطفى فتحي اللعب موهوب اللعب الموهوب مهما يغيب هيرجع هيرجع عنده لمسته مبارح نازل زمالك بتقول ربع ساعة أو أقل من لمسة واحدة قدر يصنع الهدف التاني لنادي الزمالك بس عيب مصطفى فتحي كسرة الإصابات برضو دي علامة السفان بالنسبة لي هل سوق تشخيص هل حاجة بتحصل فلالك غلط هل هو بيتدرب حمل زيادة؟ مش عارف لكن مصطفى فتحي إضافة قوية جدا لنادي الزمالك في ظل ابتعاد المتوقع لشكبالة لأنه هو كان جاي وكتير كانوا بيقولوا هو هيختم حاته في نادي الزمالك وهو فعلا ده الواضح لأنه مش أداءه غير مؤثر يعني دلوقتي هل شكبالة انت شايف أن أداءه مؤثر في نادي الزمالك؟ أنا شايف أنه بعيد مين دلوقتي الهاف رايت اللي يقدر لعب رجله الشمال في نادي الزمالك ما فيش غير مصطفى فتحي هل مصطفى فتحي هل مصطفى فتحي هقدر يقضي ده؟ قبل كده أوه قدر يقضيه بس الإصابات ده همان كان بتمنعه في الاستمرارية وفعلا قدر إنبارح أنه ينزل وينول سكة كارتيرون وقدر فعلا يترجم دوت لتمريرة حاسمة جدا اللي بين شرقي واللي بين شرقي مطمعش في الكرة ومرها للمصطفى محمد أي يعني إنت حضرتك شايف مثلا إن الزمالك دعم الفترة اللي فاتي من بعض الناشئين تمثال أحمد عيد الباكيمين لما حصل إصابة حزم إمام هل ده ممكن يكون حالك؟ أنا شايف لا الزمالك أحمد عيد مع كامل احترام لي لعب وعيد لعب شاب لما أنت لسه بتقول إن الزمالك عايزينه نفس زي على الأفريقية ونفس زي على الدوري لأ عندهوش الفنيات بتاعته مش عالية بنسبة 100% خبرة المكان إحساسه بالكرة دي هتتبقى إزاي أو هتلعب إمتى لا أنا شايف والحمل الضغط لو الزمالك بلعب تحت ضغط جمهور إنه لعب ناشئ عنده 20 سنة أو 19 سنة أو 21 سنة يقدر يتحمل ضغط جمهور زي ده في نات الزمالك لا أنا شايف إنه الزمالك هو ده اللي بتقولك عليه في الانتقالات الشتوية الزمالك محتاج باكرايت أنت دلوقتي بتسد خانة لكن إنه اللاعب ده قادر يقدي واجبات المكان أعتقد إنه صعب الزمالك أنا شايف هما بالأعرب إنه كاسونجو بس أنا شايف إنه لو الزمالك قايت كاسونجو لأنه ما عندهوش غير مكان واحد بس في القايمة لو قايت كاسونجو هيبقى خسر حد في الباكرايت وهيبقى خسر التدعيم خط الوسط فلا أنا شايف إنه الكطاع الناشئين مش باين سيمارو دلوقتي في الوقت الحالي معنات الزمالك طيب إحنا كلنا تابعنا حفلة اختيار أفضل لعب أفريكي أمس أول أمس اختيار اللعب السنغالي ماني تقول عليه حال يستحق الجائزة أنا شايف إن ساديو ماني نجم ليفربول يستحق الجائزة يعني بيستحقاك ساديو ماني وصل بالسنغال في البطولة اللي كانت مقام على أرض مصر للنهائي وخسر أمام منتخب الجزائر العنيد القوي ساديو ماني هدف ليفربول في الدوري أو من هدفين الدوري مع محمد صلاح ومع أوبام يانج اللعب نادي أرسل ساديو ماني مصاعد كان سبب في صعود فريقه للنهائي الشامبيوز ليك ساديو ماني عمل التمرير الحسمة في نهائي في كأس العالم الأندية أنا شايف أن ساديو ماني يستحق الكرة يستحق الكرة الزهبية الأفريقية عن جدارة واستحقاك كان عندي بعض العلمات سيفهم كتير جدا على محمد صلاح بعدم حضوره الحفل في ناس كانت مائدة ده وفي ناس لا معرضة أنا من الناس من وجهة نظري أن شايف أن محمد صلاح كان يجب أنه يحضر الحفلة خصوصا أنه هي في مصر فأنت بتعمل سياحيا أنت بتروج للحفلة في بلدك تاني حاجة الحفلة لما كانت مقومة في السنغال ومحمد صلاح اللي كان فيز بيها ماني راح وهناه وكان واقف في حضور الحفلة فهل أنت دلوقتي زميلك بالفريق ولاعب معاك بشكل كوي لما يحصل عليها في مصر وإنت مجيش هل شايف أن دوت صح أنا شايف أنه وجهت نظر النغال فيه ناس بتقولك أنه عادي زي ما كريسيان رونالدو بيعمل أنه لما بيعرف أنه هو مش هياخد الجيزة بيعتذر عن الحضور أنا شايف أنه محمد صلاح خسر كتير جدا من عدم حضوره فيه ناس شايفها أنه عادي أنا شايف أنه هو مش عادي كان يجي بالحضور للترويج لمصر سياحيا وكان أنه يبقى مع زميله في الفريق سادي ومانيه زي ما سادي ومانيه كان عارف أنه مش هيحصل على الجيزة في السنغال ومحمد صلاح حصل عليها وكان متواجد معاه وكان دايما مدعم ليه مشكلة طبعا هنفتح ملف الحكام وصل يعني مبارح بعد معدات تقنيت الفار لتحاد المصر كورت القدم هل تطبيق تقنيت الفار هيقدر على مشكلات الحكام بص تقنيت الفار بقى في العالم كله دلوقتي مفيش غينة عنها وبقت تدي الفرع حقها تمام هل إحنا هنقدر نستخدم تقنيت الفار دي صح هو ده اللي هقدر أقولك عليه آه إحنا هل المشكلة التحكمية هتقدر عليها بسبب وجود الفار لكن هل إحنا هنقدر على تكلفة الفار في كل الملاعب المصرية في كل المشاط أعتقد أنه صعب ممكن يبقى في بعض المشاط يعني الأهل والزمالك نهائي الكاس نهائي السوبر ماتش فاصل لكن أنك تعمل اللي يمنع يعني التكلفة التكلفة التحاد الكرة قبل كده طلع وصرح وقال أن وجود الفار في جميع المشاط جميع الأندية مستحيل التكلفة عالية جدا ممكن تبقى في المشاط الهم لكن هل هي تقضي على مشاكل التحكمية؟ آه أكيد بس أعتقد أن هي لازم تتطبق على جميع المباريات حتى من باب العدالة من باب العدالة أنك تتطبقها على جميع المشاط أو في جميع المشاط بس هل أنت كالتحاد كورة وهل أنت كحكام عندها استخدام جيد مع الفار أنا شايف برضو أنه لأ بعيد هل الحكام دي تدربت على ما هو الحكام طلع فيه تدريب للحكام لمدة شهر على تدريب التدريب على تقنية الفار هو طبعا التطبيق مش هيكون خلال أعتقد أنه هو مش هيلحاوه خلال الموسم ده ده ممكن يبقى ستتجربة أو بروفا ممكن بس على حالي مش حاليا لا حاليا حتى لو تطبق حيب زي ما أنا بقولك في المشاطة الكبيرة لكن في المشاطة الكبيرة زي الأهلي والزمالك والسوبر ونهاء الكياس مباراة فاصلة لكن أنه يطبق في جميع المشاط مستحيل ده مش كلامي ده كلامة حاد الكورة أنه مستحيل يطبق بالتكلفة الباهزة اللي هتبقى موجودة في الوقت الحالي للحكام لكن هل هي تقضي على مشكلة الأخطاء التحكمية الجدلية المسيرة أه طبعا أه طبعا أنت لما تكون نادي دلوقتي حكم مش شايف بيلن ويرجع للفار ويددي لنادي ده حقه لما يكون لاعب اتعمد إذاك لاعب تاني ويسحق الطرد والحكام ما خدش باله منه لما يكون جول عد الكورة عدت الخط ولا لأ لأ النادي أكيد كل نادي هيستفيد بحقوقه ولو عليه حق النادي الآخر هو هيبقى مستفيد فهيمنع مشكلة الظلم أن أنا كل بعد كل ماتش أطلع وأقول أن أنا حصل فيها ظلم ده أو اتحاد الكورة متعمد خسارتي أو 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 أنا دلوقتي في فار النادي أو الفريق بتاعي قدر يحصل على حقوقه مش هيبقى فيه مش هقدر الأندية مش هتحط شماعات كتيرة على حد التحكيم يعني ما فيه بواحد يخسر دوري مش هقدر أقول أن أنا بخسرت بسبب الفار بسبب سوريا بسبب التحكيم لما نادي يفقد يدخل يجي جول مثلا والكورة يقول ده كورة ما عددتش لا الفار هيأكد له أن الكورة عددت فأكد كل نادي ده يحصل على حقوقه لما تطبق بتقنية الفار بشكل صحيح زي الشكل الأوروبي ده في الوقت الحالي بس كابتين جمال الغندور أعلن كم مرة أني أنا مش هستقضي بحكام أجانب يعني أنا مش هستقضي بحكام أجانب لأي مباراة هل ممكن ده يتطبق كمان في مباراة الأهل والزمالك القادمة؟ محمد فاضل قضو اللجنة الخمسية في اتحاد الكورة طلع قال المباراة الوحيدة المستثناء هي مباراة الأهل والزمالك لحكام الأجانب مع أن ده هيحصل إن أصر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لأنه بعد المتشاط الأخيرة سواء مع طنطة أو المتشاط المحلية اللي قبلها أصر أن أنا عاوز حكام أجانب محمد فاضل قال لك أنا كده بهدم التحكيم المصر لما يبقى التحكيم المصر يمالوش أي دور في المتشاط العادية مش نقول المتشاط الكبيرة لما بقاش ليه أي دور في المتشاط العادية وإنت بتطالب بحكام أجانب وإنت مش مجتنع كرئيس نادي الزمالك أو كنادي الزمالك أو المشرف العام أمير مرتضى منصور أن الأخطاء دي ورد ده ومش متعمدة يبقى أنت كده بتحول تهدم التحكيم النادي الزمالك برأس المستشار المرتضى منصور والمشرف العام على الكرة أمير مرتضى شايفين أن النادي الزمالك بتزلم في بطولة الدورة وأن التحكيم دايماً بيبقى واقف ضده فمحتاجين حكام أجانب هيحصل تصادم إن أصر المستشار المرتضى منصور أنه يستجدم حكام أجانب في الفترة الجاية أنا شايف أن ممكن يختار كوادر فنية عالية في التحكيم لبعض المبارات الهمة لكن إن أنا أجيب حكام أجانب كل ماتش اللي ماتش الزمالك حتى لو على حساب بنادي الزمالك أنا شايف فعلاً أنك بتهدم التحكيم المصري وما بتدلوش أي فرصة في التطوير أو التقدم في الوقت الحالي سريعاً مبارات السوبر الأفريكي بين الزمالك و النجو السحيلي والترجي والترجي قاسم دي اللي هتتلاقي المفترض أنها مقرر يقامتها في قطر آه في فبراير في قطر نجل السدادة نادي الزمالك رافل طبعاً أنها تقام في قطر أنت شايف الفترة اللي جاية إيه اللي ممكن يحصل تصادم من البين الزمالك والتحدي الأفريكي ولا شايف أنه ممكن يكون لها حل توقعي الزمالك هيلعب المتش لأنه لو ملعبش الاتحدي الأفريكي قالك إذا انسحب الزمالك سيعاقب بالحرمان ثلاثة أعوام فهل أنت كنادي الزمالك عندك استعداد عشان ما تروحش دولة قطر إحنا رايحين دلوقتي أو نادي الزمالك دلوقتي رايح لبطولة رياضية مش لحدث سياسي أو لمشاركة في أي حدث سياسي أو اجتماع أنت رايح لبطولة الكاف منظامها وعامل المباراة في الدوحة غالباً في منتصف فبراير 14 فبراير على ما أعتقد فإن دلوقتي إن الزمالك ينسحب رئيس نادي الزمالك دلوقتي بيقول عشان الخلافات المعادية الكطرية لمصر في السياسة إحنا نلوقتي بيدي عن السياسة إحنا نلوقتي بنتكلم في الرياضة فإن دلوقتي لما بتتكلم في الرياضة وإن الزمالك بيتفكر حتى أنه ينسحب في بطولة مهمة زي سوبر الأفريقيا وإن وارد بنسبة كبيرة للزمالك دلوقتي بشكله كويس مع كارتيرون إنه بنسبة 50-50 ممكن يحصل على البطولة وتقول أنا مش هروح لا المستشار مرتضى منصور قبل كده صرح وقال أنا هشوف رأي الدولة المصرية في لعبة فريق نادي الزمالك في قطر إن الدولة المصرية قالت أوكي يبقى أنا هقدر أشارك إن ما قالتش يبقى أنا مش هقدر أشارك ولكن أنا شايف إن غالبا بنسبة 90% أو 95% هو توقع الشخصي إن الزمالك يلع في بطولة السوبر الأفريقي المقامة في قطر لأن بطولة من موتش واحد بطولة هتزود رصيدك البطولات الأفريقية خسارة إنك ما تشاركش فيها أنت مش بتشارك مع قطر في أي حدث سياسي أو مش متضامن معها الدول اللي كانت حتى عاملة مقطعة سواء السعودية أو الإمارات لما بيحصل أي حدث رياضي هناك الفرق بتاعتها بتشارك إي أنت رايح إياه البطولة مقامة مثلا في قطر أو الحدث أو المباراة مقامة في قطر فأنت هتروح تشارك في المباراة وترجع تاني بدون الخوض والدخول يجب إنه يروح إن حصل أي قرار بكده يبقى يعني خلل خلل إداري إنك زي تمنع فرقة من هتلعب مباراة في دولة شايف إن هي متأمرة ضد دولة بتاعتك سريعا عشان أنا هختم إنت شايف إن المباراة دي هتقوم في قطر فعلا فيما عادها غير كده يبقى يعني مش هيبقى لحل تاني غير كده يبقى تصرف جنوني إنت مش متضامن مع الدولة إنت رايح تلعب مباراة وترجع تاني والمباراة دي ببطولة والمباراة دي تقدر تزاود راستك في البطولات الأفريقية عزائي مشاهدي برنامج شارع العرب كنا مع حلقة من حلقات الرياضة وغطينا معاكم مجمل بعض أسئلة المشاهدين عن الدوري المصري والبطولة الأفريقية للكطبين الأهلي والزمالك وكان معنا الناقض الشام طارق آآ الشام طارق آآ بنشكر آآ حضرتك معنا لوجودك شوفر لك إن شاء الله في حلقات أخرى بإذن الله إن شاء الله بإذن الله تكون معنا ومنوارنا آآ عزائي مشاهدي برنامج شارع العرب دمتم بخير آآ وإلى حلقة جديدة في الأسبوع القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته